معيكم دكتورورالعيم السياد عبدالعليم دكتورilan书الله استشالي العلاقة الطبيعي ومكلب بطورقش العيني فالنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وشاعق جدا. ااااااااااااااااا לلاسف يسبب مشاكل ممكن تقدي للطلاق وخراج البيوت والحل بتاعه سهل وبسيط. ااااااااااااااااااah هنتكلم عن مشكلة اسمها التشانج المحباني او المصطلح العالمي بتاعه اسمه الباجينزمس. تمام? يعني تشنق مهبئي. التشنق المهبئي ده عبارة عن من اسمه تشنق عضلي. تشنق عضلات الكود وعضلة المهبل. تمام? العضلة بتاعت المهبل في عضلة اسمعها في سجيس مصر دي بيحصل فيها التشنق عضلي بيبقى بيمنح حدوث العلاقة الزوجية. مهما حصل الزوج بيحس انه كأنه في حائط سدة حائطي. والزوجة بتحس بقلم ومنع وبتضطر تمنع الزوج وبيدخله في بيجا سيركز زي ما بيقول او دائرة الدوائر المغلقة. اسباب. اسباب التشنق المهبئي. السبب بتاعه ممكن يكون برايماري. اساسي عم بموجود من جير السبب زي ما تزحر القابتك مع وجهة مثلا واجعيك ده تقلص في العضلات. بس هو ما بيتمش اكتشافه ورساعة العلاقة الزوجية عشان كده الزوجة ما بتعرفش ان عندها المشكلة دي. ده اللي هو من جير سبب او سانوي ان هي كانت خايفة في عملت انكباط في عضلات المهبل في الاول ايرادي. بعدين تحول لايرادي. زي بالضبط لما حد عامل عملية مسلا في كوه. وتاني كوه خايف يفرده من القلب. ففجأة بقى كوه فعلا متني على طول ومش عايفين نفرده ولازم يبقى فيه تدفل وعلاج عشان نعرف نفرد الركوب. نفس المشكلة دي بتحصل من ان التشنج ايرادي بتحاول لتشنج لا ايرادي. الاعراض بتاعته زيني وضحنا في التعريف بتاعه انه الزوج بيحس انه فيه سد بحقق سيوم ما بيحصلش الاج ابدا ابدا خصوصا في حالات التشنج اللي بيهباني الشديد والمتوسط استحالة يفصل اليه. صعوبة التشخيص بتاعته. انه يعني ليه صعب نشخص المشكلة دي. انا بشوف ان صعوبة المشكلة دي صعوبة تشخيصها. ليه صعب ان احنا نشخصها? هنقول ليه صعب. اول حاجة ان المشكلة دي بيبقى المتعرف علينا ما بقى فيه مشكلة من النوع ده. طب نروح لدكتور امراض نسا. دكتور امراض النسا بيكشف على الزوجة من ناحية التنسولية بيلاقي الجهاز التنسولي سليم فيقولها انتي ما عندكيش حاجة. واللي يقولها انتي بتدلعي. فيزود المشاكل الزوجية اللي بينها وبين الزوج. وهي فعلا ما بتدلعش. تمام? وهي فعلا عندها مشكلة حقيقية. فيزيد المشكلة اكتر الدكتور بيقولي ان انتي بتدلعي. ودواية كتيرة بقى بيتقولوا فيها محدش محدش يارف ده المرض ده اسمه تشنق مهبلي. تشنق عضلي. ان المشكلة بتبقى في العضلات ولايست. المشكلة بتبقى في العضلات ولايست في الجهاز التنسولي. طيب من طرق العلاج بالخطاء اللي بيكترحوها عليها بيكترحوها عليهم الناس او بعض الناس اللي هما مش فاهمين يعني ايه مشكلة تشنق مهبلي او تشنق عضلي مهبلي طب تعالي نعملك عملية توسيع. اه طبعا غلط جدا يا فندم. العملية بتتعمل. وبنفقد ميزة عندنا انه لان المشكلة مش في الحاج. ان الحاج مسكوية دي ميزة وبتساعد الزواج بعد كده. اه في انه الانتصاب بتاعي يكون زيادة. اه وهتفقد الميزة دي مش هتحل المشكلة. ومعظم الناس للاسف اللي شفتوا معاملوا عملية دي جنب المشكلة وما تحلتش وكان عندهم مشكلة التشنق المهبلية موجودة وفقدنا الميزة. والمشكلة موجودة لان اللي مانع الدخول وجود تشنق في عضلات المهبل مش او في عضلات الخوض. اه النقطة الخطأت الدرجة تانية اللي بتتقلبهم طب تعالوا نحقن بوتوكس. طيب احنا في تعريف التشنق المهبلية عرفناه. انا ده تشنق في عضلات المهبل وفي عضلات الخوض. تمام? طيب. اه هو بيحقن عضلات المهبل وبيسيب عضلات الخوض فبتفضل المشكلة موجودة لانه محلش المشكلة. تمام? دي حاجة. الحاجة التانية ان التأثير بتاعه مؤقت. وفي نفس الوقت محليش المشكلة. بعدين يرجع يقول لها طب معليش العضلات موقبدة قوي. احنا لازم نكمل بعلاق طبيعي بعد ما يكونوا الناس عملوا بوتوكس على الخوض. النقطة الرابعة انه هو منع الحمل لفترة طويلة لان البوتوكس عبارة عن سم. فده يمنع الحمل لفترة طويلة جدا 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 آآ ما تقلش عن سبع شهور. ممنوع ان يحصل حمل في الفترة دي ان المكان ده فيه سم وممكن يحصل تشوه للجنين. كل ده آآ بالاسبقة انه على المدى الطويل المكان ده احنا عملنا شلل مؤقت للعضلات كام شهر. ممكن ان يحصل لها حاجة اسمها تجي تعتص او طفح ينزل منها نقط بول. آآ طيب. في نصيحة مهمة اوي بحب تديها للزوج في الحالة دي. ونصيحة مهمة اوي بديها للزوجة. النصيحة اللي بحب تديها للزوجة بقوله ان مراتك ما بتتلعش. مراتك ما عندهاش آآ مش ممتنعة عنك. مراتك عندها مشكلة ودورك الحقيقة ان التوقف جنبها وتعمل لها صبورت الحد ما نعدي الازمة دي. تمام? النصيحة اللي بحب تديها للزوجة دايما اقول لها ان فيه شعرس وغيارة. بين الخوف الطبيعي انت خدتي حقنة وجعتك طبيعي ان انت تاني مرة لما تسجي تغذي حقنة انك تتوجعي. آآ بس مش هارف وداخد الحقنة لان الحقنة دي هتخفيفي هتزكني القلم هتعليجني هتغيري حياتي هاخدها حتى لو هتوجعني. ولكن خايفة ده طبيعي وما حدش هيقومك عليه. الخوف مفيش منه اي مشاكل. لكن لما يتحول الخوف لمرض نفسي الخوء يعني لمرض اسمه الفوبيل. ده بقى يدخلنا في تراب تاني وطب نفسي. وانا بشوف الطريق ده يعني دارك طانل طريق مسلم لان احنا مش عارفين وادوية النفسية بيبقى ليها اثار جانبية. وممكن موضوع يطول. احنا معنا هنقولك واحد اثنين تلاتة تلات مرات هتقي عارف اخريك فين. لكن الطريق ده بقى طريق موزل ممكن يعد سنة ممكن يعد ثلاثة ممكن يعد خمسة ممكن يعد يومين ممكن يعد شهر. ما انتيش عارف اخريك فين. وفي الاخر ما حدش هياخد القرار غيرك انتي. فنحاول نتحكم في مشاعر الخوف عشان نقدر نحل المشكلة. طيب سؤال. دكتورة رانيك ازا تحكمنا في مشاعر الخوف هل نتائج العلاج ده مضمونة? هقولك ان شاء الله في اذن ننتجة العلاج انت فرا في مين العلاج ده مضمونة ولا مش مضمونة. بنتطمن اكتر حاجة في الدنيا لما يكون فيه طرق اياس. يعني احنا واحنا بنجيب الجهاز اللي بيعالج التشنق المهباني ده من الاتحاد الاوروبي قالوا لنا ايه? قالوا لنا فيه جهاز بيطلع صوت. وفيه جهاز بيطلع زي رسم القلب. اشارات. وفيه جهاز دالت بيطلع ارقام. احنا اخترنا اضبكا حاجة مع ان الفلوق كانت كبيرة جدا. اه بين الاجهزة. اه بس احنا اخترنا اعلى واحسن حاجة تدين طريق تقييم وزبوطة. فهلا النتيجة مضمونة? احنا بنشوف يا فاند الانكبار بتاع العضلة. هي كانت منقابضة قد ايه? والانبساط بتاع العضلة. عايزين بس انطمن الناس انه في الكاشف ما بيحصلش اي دخول. الا بعد ما بنرخي في العلاج اه 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 عضرات الحوض الاول قبل ما يحصل دخول. خلاص فاحنا العلاج دي ان شاء الله انتاجه مضمونا ان بيشوف درجة الانكبار ودرجة الانبساط. طيب. طريقة العلاج بنعمل ثلاث زيارات. بنعمل في كل مرة. جلستين في اليوم. جلسة على الحوض وجلسة على المهبل. بنرخي حضرات الحوض خالص عشان يكون الدخول الدخول للمهبل ساعة. اول جلسة دي عندنا فيها اكتر من هدف. اول هدف نتطمن ان الحائط اللي كان موجود او السد اللي كان موجود. البلوك كده خلاص تفتح. وحصل دخول البروك. وان احنا نشوف اي رقمين على الجهاز. يقولون ان فين كباد وفين بساط. واهم حاجة ان بيحصل الزوجة برضو انها مهما نقولها تبقى خايفة. حاجة اسمها ان هي بتتطمن انه اه في حاجة دخلت داخل قناة المهبل وان هي ما بقتش خايفة ولا حاجة. الهاجس اللي كان جواها ده راح. اه تاني مرة بنعمل جلسة على الحوض عشان نزود الارتخاء وبنوصل لرقم اقل بكتير النص تقريبا. وفي اخر مرة بنعمل ارتخاء كامل لعضلة المهبل وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقديدي جالبا ما بينفعش في عملية التشنق المهبلة في الفترة رجولة وبنديهم ايام التقديد عشان ان شاء الله نسهل انه يحصل حمل اه في اسرع وقت. جريت نكون فيديكو في حلقة النهاردة تحياتي. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر